بيبي بيرد انظر لي بيبي بيبي بيرد بيبي بيرد بيبي بيرد بيبي بيرد أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني اليوم وصفتي وصفة كتير محبوبة الكريسبي تشيكن أو الزينجر الكانتاكي يعني الدجاج المقرمش بطريقة كتير سهلة وبسيطة الكل بيحبوا هالأكل بتطلع معنا مناشفة طرية رطبة وكمان مقرمشة من بره منشوف كيف الدجاج من جوه رطب ومانه ناشف أكله كتير محبوبة وسهلة ومقرمشة من بره من قدمه مع الميونيز مع كريم التوم كل المقادير بتلاقوها بصندوق الوصف هلأ تظهر عنكم على الشاشة رح نبدأ بخليط النقع لنضع في الدجاج كوب حليب بيضاء واحدة ثلاث معالي اكبار من الخل ثلاث معالي اكبار من التوم المهروس ثلاث معالي اكبار من بهارات الماجي واللي مو موجود عنده البهارات حطيت الكون بديلة بصندوق الوصف شو ممكن ضيف طبعا ممكن ضيف اي مطيبات بتحبوها حطيت معالي اكبار من الفليفلي البودرة ومعلقة صغيرة من الكركم اربع معالي من الكورنفلاور النشا مع كوب من لطحين هاي التتبيلة او النقعة اللي نحط فيها شرائح صدور الدجاج نخلطها مع بعضها هلأ مندوق ومنضيف الملح معلقة من الملح او اكتر حسب الرغبة عندي كيلو من صدور الدجاج اللي منظف بالخل ومقطع بشكل شرائح بالطول راح حطو بقلب الخليط اللي عملنا خلطو كتير منيح وخليو تقريبا شي ساعة بالبراد وممكن خليو من قبل بيوم حسب الوقت راح اضي الخليط اللي بدنا نغلف فيه الدجاج حتى يقرمش كوب من لطحين نصف كوب من الكورنفلاور النشا معلقتين كبار من البايكينج باودر نصف معلقة صغيرة من الملح وهون كما بدنا نضيف مطيبات راح ضيف معلقتين كبار من بهارات الماجي ممكن نضيف كاري ححط رشة صغيرة من الكركم الكركم بيعطيني لون حلو وبيقضي على اي زنخة للدجاج وطبعا له فوائد كتيرة وبيخلط هالنواشف مع بعضه الدجاج هون صار جاهز منقوع بهالنقعة هاي اللي بتخليه طري وجوسي كتير راح صفيه ونبدأ نوضع قطع الدجاج بقلب خليط النواشف بهاد الشكل وبيضغط على كل قطعه بتخلص من الزوايد وصاروا جاهزين للقلي كل قطعه بحطه بالطحين والتوابل والنشا وبتخلص من الزايد وصاروا جاهزين هالطبقة هاي كلها بتقرمش وبتصير كريسبي والنقعة اللي عملناها بتخلي الجاج كتير رطب وطيب ممكن كمان نستعمل التوست يعني بدل ما حط طحين وتوابل ونشا ممكن استعمل التوست المطحون وحطوا له التوابل توابل متل ما انتو بتحبوا وهلا بنبدأ نقلي قطع الدجاج هيك صاروا جاهزين زيت نباتي غزير على نار متوسطة ببدأ بحط قطع الدجاج تقريبا خمس الى ست قطع حسب حجم المقلاية عندي لحتى احصل على لون دهبي كتير حلو ارمشين كتير منقدمون مع الميونيز او مع كريم التوم بتلاقوا الوصفة بصندوق الوصف طيبين مع البطاطا المقلية بالساندويتش اكله كتير محبوبة جربوها وشوفكم بالفيديو الجاي